لما جات يجعت قالها ان هو هيتلعب من ضوء واحد بس مفيش تعديل الليحة تم ومفيش ليحة اتحطت على النظام الجديد ده اللي أنا بقوله بقى فإذاً إذاً إنت أول حاجة أول خطأ انت وقعت فيه كلجنة ان انت لما قرأت ان انت تعود للمسابقة الثاني بنظام مختلف اللي هو نظام الضوء الواحد محطتش ليحة تقول انت هتعمل ايه لو الفئة تسود في عدد النقاط فأصبح الجميع عشان يبقى الجميع على علم وأصبح الجميع على علم ان انت هي هي اللايحة لأن لايحة المواجهات المباشية دي مش موجودة لأن هو وضوء واحد بس اللي اتلعب فإزاي مواجهات مباشية إزاي تنصف الأهلي علي وأنا لعبته ماتش واحد بس في ملعبه هي دي الفكرة فأنت بالتالي انت محطتش ليحة بكده فتم العمل بالليحة القديمة اللي هي اللجوء اللي في الأهداف فأنت بداية الغلط إن انت لما جيت يجعت المسابقة بنظام جديد محطتش ليحة تتوافق معيها ده بداية الغلط جيت النهائدة التضايب زي ما بيتكلم في سين في جزئية إنه خيج النقطة الصحات من أستاذ أسماعيل إن المواجهات المباشية هي اللي هتحكم وهو المسؤول الإعلامي عن التحاضر قوية نفس الغلطة اللي حصلت في الموقع ياسمي للأهلي هي نفس الغلطة اللي حصلت المنظومة الإعلامية لتحاضر قوية كل واحدة بتحط حاجة وبتجع تسحبها وتشيلها وهو انت قلت كده عشان خاطر ما فيش لايحة يعني برضو أتكلم في قصة إن لايحة بتفصل ما بين طبق بس بس أخبار انت حط لايحة وتطبقها على الكني قبل الصغير لكن انت مش حاطت لايحة أو انت بنعنى أصح لما جيت يجعت ما حطتش لايحة جديدة فالناس اتعملت على الليحة القديمة اللي حصل يعني نهاية النهايدة قبل نهاية المباييرات اتقل اللي عبت الأهلي اكسبوا والماطس شغال بعد جل إمام عشود تحديدا القل اللي عبت الأهلي اكسبوا اكسبوا مالكوش دعوة اكسبوا ده كلام على مسؤوليتك على مسؤوليت Hanok اكسبوا قبل أن انت عندك ذلك عندك عنده معلومات انا بقولك انا عندي معلومة اللعبت الاهل وعقبي دليل يحمد ان الموقع ياسمي للنادي الاهل منزل انه لازم في فيقتنا تكسب بفاقي ثلاث اهداف عشان تاخد البطولة والمقشي شغال بعد جون امام عشوي اتقال للعيبة اكسبه وملكوش دعوة هل في نص ليحة بيقول مواجهات مباشرة ازاي كانت احمد شوبيه بعد انتهاء مباراة مباشرة معنا على كرسي The Vice Egypt حقق حلمك صوتك حلم بتعرف تغني بتعرف تقلد كاركتر ممثل او مطرب مشهور برنامج The Vice Egypt بيقدم لك فرصة ذهبية دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Vice Egypt للمشاركة لجميع الاعمار كلمونا على 011-041-60-317 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة